اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في الحوت رح يكون متواجد في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح ينكث فيها حتى تمام ساعة وحدة وثلاثة عشر دقيقة من فجر يوم ثلاثين رح ينتقل لمنزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا القمر حكينا أنه لما يكون موجود بالحوت والتأثير علينا جميعا تلعب الناحية الروحية دور بارز في هذه الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار أو قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيب عن عمله نتيجة المرض أو الشعور بعدم الإرتياح النفسي في هذه الفترة بنقع بحبال الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيدة المرضى أو شراء الزهور واقتناء آل التصوير أما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل هذا اليوم أول زاوية رح تكون زاوية تزديس إيجابية بين القمر والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 42 دقيقة فجرا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر ونبتن رح تكون في تمام الساعة 5 صباحا تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدا عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 49 دقيقة ظهرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وزحل في تمام الساعة 25 و 29 دقيقة مساء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبعرضو بتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة لخلوق المسار خلوق مسار القمر رح يبدأ في تمام الساعة 25 و 29 دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام فجر اللي هو اليوم التالي اللي هو 11 أي تمام الساعة 22 و 47 دقيقة فجرا وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار أما بالنسبة للقمر طبعا رح ينتقل ويستقر بالحمل زي ما حكينا اللي هي في ساعات فجر يوم 11 طبعا القمر بما أنه رح ينتقل للحمل معناة خلوق المسار القادم رح يكون يوم 13 رح يبدأ في تمام الساعة 45 و 47 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 3 و 12 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر للثور عمر القمر القمر شبه المكتمل 13 يوم في تمام الساعة 3 و 4 دقائق عصرا بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 طبعا المزاج رح يكون سعيد قليل يعني مش سعيد كثير نعطيه نسبة تقريبا بحدود العشرة في المية أما بالنسبة للقمر طبعا في الحوت حتى يوم 11 مزاجه سعيد حتى ساعات المساء عطارد في العقرب حتى يوم 14 عشرة في العشرية الأولى منتحس بنسبة 50% وكمان بلش يشكل زاوية تقابل الآن مع أورانوس عشان هيك نسبة النحوسة برضو بتظلها عالية الزهرة في الأسد حتى يوم 12 طبعا زي ما حكينا في العشرية الثالثة مزاجه سعيد بنسبة 40% المريخ في الحمل بيتراجح حتى يوم 13-11 في العشرية الثالثة هو مزاجه منتحس بنسبة 60% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 هو في العشرية الثانية مزاجه سعيد اليوم تنزل حضوظ السعادة تبعته لأنه كمان أنهى الزاوية اللي كان مشكلها هو زاوية تثليث فعشان هيك لما تنتهي هاي الزاوية شوي بتخف الضغوطات أو بتخف الحضوظ عند المشتري وخصوصا أنها بتتركز زاوية التربيع أكثر ما بينه وبين المريخ أما بالنسبة لزحل طبعا راح يكون موجود بالجدي حتى يوم 17-12 المزاج مزال منتحس حكينا لغاية يوم 12 أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 هو موجود في العشرية الأولى مزاجه منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 هو في العشرية الثانية مزاجه ممتزج يعني منعطيه تقريبا بحدود 5% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس برضو نفس الشيء بنعطيه بنسبة عالية شوي يعني ابتصل تقريبا إلى 20% وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا اليوم الأجواء شوي فيها نوع من أنواع المزيج وخصوصا أنه التعب ما زال مسيطر الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط تشعر بعدم الارتياح نفس الشيء في نوع من أنواع التسرع أو العصبية أو الحدية بالطباع بتكون في هاي الفترة حاول تضبط عصابك قدر الإمكان وحاول أنك تركز أكثر يعني ضايل آخر يوم هاد ابتداء من بكرة القمر بصير موجود عندك بشحنك بطاقة وبعطيك قدرة عالية على تحقيق كثير من الأمور اللي يعني كان فيها نوع من أنواع الصعوبة بالأيام الماضية بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء اليوم بما أنه عطارد يبدأ يشكل زاوية التقابل مع أورانوس فهنا التركيزك في الأمور المالية ما رح يكون قوي وبرضو رح يحدث بعض الخلافات أو المشاكل أو المفاجآت على المستوى المالي بشكل ملموس إما مصريف أو دفعات أو التزامات أو قلق من وضع مالي أو الاهتمام بوضع مالي معين في نوع من أنواع التوتر حاول تركز بشكل جيد بدون تسرع وبدون اندفاع وبدون تهور يعني قلل من مصريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا شوي هنا ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للتسرع لكلامك يكون واضح ما في داعي أنك أنت تتكلم بكلام ما يكون مفهوم حاول أنك تقلل من تحركاتك قدر الإمكان يعني ما تجهد حالك كثير ممكن شوي هيك تحس بنوع من أنواع الحدية العالية عندك أثناء تنقلاتك أو أثناء حركتك أو حتى أثناء كلامك ممكن الشخص اللي بتعامل معاك هو اللي يشعر بهذا الشيء أكثر منك أنت فعشان هيك منقول لك تركز وحتى إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضول نهائيا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء شوي رح تتركز على البيت أو على العائلة أو على أحد أفراد العائلة ممكن خلاف ممكن مشكلة ممكن حوار ممكن مريض وممكن اهتمام بصحة أحد الأحبة أو قلق عليه ممكن موضوع معين بنفتح داخل البيت يعني بتطلب منك الحضور يعني الأجواء شوي بتحمل نوع من أنواع التقلبات ولكن إجمالا عندك القدرة على إثبات ذاتك وبرضو في نفس اللحظة عندك قدرة على تصليح هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما زال فيه نوع من أنواع يعني بنقدر نحكي نوع من أنواع الإيجابيات من الزهرة لأنها قوية بالحضول فبتعزز النوع العاطفي أو تعاطف اللي حواليك معاك أو أنت بتزيد عواطفك زيادة الرغبة في التقرب الأحبة عالي جدا وبرضو قدرتك على التواصل بنقدر نحكي إنها ممتازة يعني ممكن اليوم تهتم بالحبيب أو هو يهتم فيك أو إنه يكون فيه نوع من أنواع التلاقي أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأمور هنا بتتركز على العمل أكثر شيء ممكن يكون لك اهتمامات لها علاقة بعمل بإنجاز أعمال وضع عملي معين تواصلك الجيد اللي رح يكون ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل رح يحقق نتائج تعاطف ممكن ممكن تعاونك ما بينك وبين شخص هو اللي يساعدك في أمور إلها علاقة بالعمل أهم إشي إنك تراقب الوضع الصحي بس من بعض التقلبات اللي ممكن ما تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا التركيز رح يكون على أمور الشراكة حاول قدر الإمكان إنك تكون مارن شوي أثناء التعامل مع الشريك أو مع الزوج حاول إنك ما تعصب وما تحتد وما يعني ما تختلق المشاكل الأمر بحاجة لنوع من أنواع التركيز التفاهم المناقشة يعني بدون حدية وبدون عصبية صحيح إنه ممكن يتصرف تصرفات تخليك تستاء من هاي التصرفات ممكن يتخذ قرارات ارتجالية يعني أو ممكن إنه شوي الأمور تكون معاكسة لتصوراتك يعني الأمور شوي بتطلب منك هيك تركز بشكل جيد تأخذ نفس انتظر لما يصل القمر لعندك بيكون الجو أفضل أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء ضاغطة بشكل قوي جدا خصوصا على الأمور المالية المالية المشتركة ما في داعي للمغامرة ولا للتهور ولا لابدء أي مشاريع تجارية بالفترة هاي إلا إذا درستها بشكل ممتاز يعني بشكل قوي جدا لأنه عطارد بيغرر يعني عطارد معروف عنه إذا اتصل بكوكب سعيد هو سعيد وإذا اتصل بكوكب نحيس فهو نحيس لأنه هو منافق فما بالكو اتصاله بأورانوس معناته في مفاجآت والمفاجآت هذه بتكون بتراجع أورانوس وبعطارد معناته أمور فيها خداع أو فيها سلبية أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ممكن يكون لك بعض الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالجامعة أو قضية دراسة أو تعليم أو تقافي الأهم ضبط الأعصاب لأنه أول إشي بيتك التاسع تربيع مع القمر فعشان هيك يسبب نوع من معلومات يبتيجيك من خارج البلاد مزعجة اتصال من خارج البلاد مزعج تأخير في أمور إلها علاقة بالسفر مثلا تعطيل مسألة إلها علاقة بالتنقلات أو بالاتصالات أو بالامتحانات يعني ممكن تكون فيها صعوبة عشان هيك يبدأك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض في البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر في الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى بيت السمعة رغم الزوايا الحدي إلا اليوم في نوع من أنواع المناصرة لإلك ممكن اليوم يعني تعزز من سمعتك أو تدافع عن سمعتك أو ممكن أنك اليوم يصير فيه تقارب معين ما بينك وبين أحد الزملاء أو ما بينك وبين رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فلا أجواء برضو تحمل نوع من أنواع التحالف أو التقارب ما بينك وبين الأصدقاء أو بحياتك الاجتماعية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو التحاور معاهم أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا القمر مازال موجود وبسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي اللي بيشعر بعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص والعلاج قدو قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف ما لها أي أساس برج الثور ما زالت الأمور الاجتماعية هي سيدة الموقف النشاط الاجتماعي عالي جدا والحركة عندك برضو جيدة صحيح أنه بلشت الأمور شوي يعني يعطي ميولة سلبية بسبب اقتراب القمر من بيت المتاعب ولكن برضو ضل في فرصة أنك اليوم تنجز الأعمال الضرورية والمهمة حتى لو أنك عملت ساعات إضافية المهم أنك ما تراكم الأعمال لأنه الفترة القادمة حكينا أن القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب فهو ضاغط رح يكون عليك بشكل قوي حاول قدر الإمكان أنك أنت تهتم بكل شيء مهم بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالأمور المالية يعني ممكن اليوم تحصل على بعض المكاسب أو الاهتمامات أو ممكن تهتم ببعض الفواتير أو التحصيلات أو حتى اجتهاديا يعني بترتب وضع مالي معين في نوع من أنواع الاهتمام المالي وفي فرص جيدة للمكاسب المالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أهم إشي برضو أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتساعدك على أمور الهلاقة بالاتصالات والحوارات والنقاشات سرعة البديهة عندك عالية جدا قدرة الإقناع عندك قوية جدا رغبتك بالحركة والتواصل والأعمال اللي بتطلب منك جهد جسماني ممتازة برضو عندك قدرة على إيصال المعلومة والتسويق والترويج لنفسك أو لعلاقاتك أو لمكانتك برضو فيها قوة ممكن يكون لك اهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق بالاتصالات بالمواصلات بالسيارات يعني بالأشياء اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات ككل أهم شيء أنه فيه اليوم تحمل نوع من أنواع الأخبار اللي إلها علاقة إما بأخ أو بجر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني رغم انتحست المكان إلا أنه قوي من الزهرة فالزهرة بتعزز أمور إلها علاقة بالعقارات أو إلها علاقة بالبيت أو إلها علاقة حتى بالاستثمارات العقارية بتعزز أشياء إلها علاقة بالأسرة وإلها علاقة بأفراد العائلة والتقارب منهم وبتحمل أخبار جيدة أو مناسبة أو فيه خبر معين أو فرحة معينة أو لمة عائلية يعني بتكون شوي ملفتة للنظر فيه إشي غريب يعني رح يكون على مستوى البيت أو على مستوى العائلة بدك تهتم فيه بكل جهدك وممكن يلفت نظرك بشكل قوي حاول بس أنك ضبط أعصابك بدون إنفعلات بدون تسرع بالقرارات أو بالكلام يعني ضبط الأعصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي كمان اليوم فيها نوع من أنواع الإيجابية فممكن تسعد بلقاء الحبيب أو تواصلك مع الحبيب أو التقارب مع الحبيب الأجواء بتدعمك بشكل قوي وبتعزز من طريقة التعامل ما بينك وبين الأحبة وخصوصا ما بينك وبين الحبيب أو الأبناء أو الوالدين أو أمور حتى إلها علاقة بالنشاط الفكري أو أشياء إلها علاقة بالفنون يعني الأجواء على كل الأحوال فيها إيجابية على مستوى البيت الخامس أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الشمس موجود في بيت الصحة بيت العمل شوي بتعطيك نوع من أنواع الامتحانات هاي الامتحانات عادة بتيجي فيها نوع من أنواع القسوة وخصوصا أن الامتحانات هاي بتتركز على العمل أو عمل جديد أو ممكن تجربة عمل ما أو ممكن وظيفة أو صعوبة بعض الملفات اللي ممكن تكون ضاغطة عليك أو أمور إلها علاقة بالصحة يعني خلاف هذا الأمر في ناس رح تهتم بالعمل أكثر وفي ناس رح تهتم بالشؤون الصحية حاول قدر الإمكان أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تهمل صحتك نهائيا وحاول أنك تركز بشكل قوي على إنجاز أعمالك أما بالنسبة للبيت السابع فهنا الأمور بتتركز على بيت الشراكة تقريبا الأجواء جيدة خلال هذا اليوم وبتعمل تقارب جيد أو تعاطف بجمع ما بينك وبين الحبيب وممكن تتراجع عن قرار أو يتراجع عن قرار لا شيء له علاقة بالمصالحة أو حتى ترطيب أو تلطيف الأجواء يعني بمعنى آخر أن الجو جيد على مستوى البيت السابع بالشراكة المالية والعاطفية أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بدك تحذر من بعض الضغوطات اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن أنه اليوم تتراكم عندك بعض الأعمال أو بعض الديون أو بعض الالتزامات أو تأخير أو تأجيل لأمر العلاقة إما بقرض أو بسداد الدين أو مثلا بالطالب بفلوس بتتأجل أو يعني أشياء لها علاقة بالأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك فعشان يكي ضبط الأعصاب في هاي الأمور مطلوب أي أمر بتعلق بالقضاء المالي حاول ما تهمله نهائيا لأنه إلو صدى في الأيام القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعزز نقاط إلها علاقة بالاتصالات اليوم في رغبة لأمور إلها علاقة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو اهتمام بمسائل بأشخاص خارج البلاد ممكن تفتح لك أبواب جديدة إلها علاقة إما معلومات عن سفر أو أمور إلها علاقة بأجانب أو بأشخاص خارج البلاد يعني في شيء إلو علاقة بهذا الباب منكو ممكن الأمور تبعي معا سهلة وممتازة جدا ولكن الأغلب رح يكون في معاكسات رح يكون في تأجيل أو تأخير أو أمور إلها علاقة بالامتحانات المفاجئة أو المقابلات عشان هيك أي أمر من هاي الأمور بتكونوا محتاطين منه رغم إنه أنا بقول إنه فيه إيجابية إلا إنه بتدو منكو حذر إنكو تتعاملوا بضبط الأعصاب والتدقيق في كل تفاصيله أما بالنسبة للبيتر عاشر فطبعا الأجواء هنا يعني بتعزز نقاط إلها علاقة بالسمعة بتقوي من سمعتك ومن مكانتك برضو بتقدر تدافع عن السمعة بشكل قوي جدا وبرضو ممكن إنه تفتح لك أفق بعلاقات أو معارف أو ممكن شهرة أو إيشي إلو علاقة بمنصب أو حتى إنه مكانتك في المكان اللي بتتواجد فيه رح تكون ملفتة للنظر أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتسعده في لقاء الأصدقاء منكم وممكن يشارك في مناسبة سعيدة علاقاتكم بالأصدقاء بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة أهم إشي إنه اليوم تكون يعني فيه نوع من أنواع التعاون يعني إذا بادر أحد الأصدقاء بمساعدتك أو رغب بمساعدتك فما ترفض أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهنا يعني المريخ المريخ اللي بيحدث دائما المفاجآت وخصوصا على مستوى أمور إلها علاقة بالعلاقات بالمعارف بالمكائد برضو بالأماكن المجهولة بالأماكن اللي شوي فيها حدي عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب ما تغامر ما تجازف ما تدخل أماكن مجهولة احذر من بعض الأشخاص اللي ممكن بتآمروا عليك بالخفاء أو بيستغيبوك أو ممكن يعني يكون فيه بعض الأمور الصعبة فعشان هيك يحاول أنك تركز بشكل جيد على إتمام أعمالك برضو على مراقبة صحتك أو صحة أحد الأحبة برج الجوزاء طبعاً اليوم برضو نفس الشيء القمر موجود في البيت العاشر بيت السمعة ولكن اليوم بفتح لك أفق الأفق هاي بتكون على إشي إلو علاقة بالعمل إما تقديم طلبات أو أمور إلها علاقة بعمل جديد يعني فيه إشي إلو علاقة بالوضع الإجتماعي أو الدعم الإجتماعي أو مساعدة بعض الأشخاص لإلك أو بترغب في تغيير مجال ما يعني برضو اليوم فيه نوع من أنواع التقلب أو كأنك محطوط في غالب امتحانات امتحانات هاي بتعزز مكانتك ووجودك حاول أنك تستغلها بعقلانية بدون تهور وبدون تسرع أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء يعني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى المالي في منك رح يحصل مكاسب أو اهتمامات أو إنجازات مالية في منك رح يهتم بترتيب وضع مالي ورح تزبط معاه فيه أشخاص ممكن يطالبوا بدعم معين وبرضو الأجواء رح تكون مساعدة لإلهم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات الأجواء جيدة ودعمة وعند قدرة عالية جدا على الإقناع والحوار عندك سرعة بديهة عالية وبرضو عندك قدرة لتوجيه المعلومات بدقة أهمش أنك تحافظ على جهازك العصبي على حركتك حاول تكون واضح وصريح حاول أنك أنت ما تتدخل بشؤون الغير بس برضو تحذيرات لازم أحذر أثناء حركتك بدك تنتبه من الإصابات وبرضو إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد اليوم ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وبين زميل أو ما بينك وبين أخ أو ما بينك وبين جار أو إشي إلو علاقة بمكان تعليمي أو مكان إلو علاقة بالصيانة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو شوي أحسن من الأيام الماضية على مستوى البيت أو العائلي أو العقاري ممكن شوي تهتم ببعض المسائل البيتية وتحققها أو تنجزها أو ممكن يصير في تقارب بمناسبة معينة ما بينك وبين أفراد العائلة عندك قدرة اليوم للتواصل برضو عندك قدرة للحوار وإنجاز الأعمال المطلوبة منك ممكن تنجز أعمال أو ترميمات أو تصليحات أو اهتمامات عائلية قوية جدا برضو الأجواء بتساعدك على أمور إلها علاقة بالعقار أو بيت أو سكن جديد أو حتى التجارة بهاي الأمور للأشخاص اللي بيشتغلوا بتجارة العقارات الأجواء لهم ممتازة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا إحنا قاعدين بنحكي عن الشمس الشمس بوجودها بتعطي قوة عالية جدا ولكن لغاية ساعات المساء ممكن تتعزز من عاطفتك وتقربك من الحبيب أو وضع عاطفي معين أو ممكن أنه هيك تحاول أنك يعني تتراجع عن بعض الأمور العاطفية أو القرارات العاطفية شوي اللي كانت ضد علاقتك أو فيها مشاحنات أو فيها مشاكل اليوم بتحاول أنك تتقرب أكثر يعني بهمك أنه يكون الحبيب موجود أو حواليك أو يتواصل معك ولكن هاي الرغبات كلها طبعا تيجي من عطارد عطارد اللي يعني الشمس بتعطيه قوة بالأمور العاطفية تعطيك مكانه وتجميل وجمال ووائل أمال نهاية ولكن عطارد مشكلته أنه بوسوس لك بالأشياء وخصوصا لأنه مع أورانوس اللي ممكن يكون فيها أشياء غلط أو ممكن ترتكب من خلالها أخطاء حاول تكون واضح وصريح بدون لف ولا دوره حاول أنك أنت برضو ما تتلاعبش بعواطف الغير أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل فممكن شوي تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل ممكن عمل جديد ممكن أمور إلها علاقة بأعطال بمكان العمل ممكن يتأجل موضوع توظيف أو ممكن أنه شوي أنت تحاول أنك تتنقل من مكان لمكان ما بنصحك لأنه عطارد هو اللي بيغرر طبعا ليش ذكرت عطارد في البيت الخامس عشان ما حدا يقول لا عطارد منطقة خربطت فيه لا عطارد مدامه لسه في بداية انتقاله ظلاله لسه تكون موجودة على البيت الخامس فعشانك برمي ظلاله على الخامس وعالسادس فبما أنه برميه على السادس معناته هو بالأساس رح يوهمك بأشياء الأشياء هاي ما رح تكون لصالحك فممكن تتجه باتجاهها ولكن هذا يكون الاتجاه الغلط عشان هيك بنقول لك راجع الأمور ودقق في الأمور وما تستهين في الأمور تقدر تنجز أعمالك بعطيه قدرة على الحركة والإنجاز تقدر تستثمرها بإنجاز الأعمال ومرضو الاهتمام بالصحة ولكن دك تنتبه بصحتك جهازك الحركي وجهازك العصبي هذول النقطين ما تهملهم واللي عندهم تحسس رأوي بدهم ينتبهوا أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة يعني بتعزز نقاط قوة إليك في بيت الشراكة بتقدر أنت تتقارب مع الحبيب اليوم أو تتجادل معه أو تتناقش معه ولكن بدون فرض الراي بدون العصبية وبدون التهكم أو الإهانات يعني خلي لسانك رطب زي ما أنت على طبيعتك وحاول أنك تحل الأمور ولكن بدون ما تفقد أعصابك وسيطرتك على نفسك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأمور المالية المشتركة ما زالت فيها نوع من أنواع التقلب ممكن تنحل مسائل العلاقة بالمال أو باهتمام بديون أو مسائل قضائية مالية ولكن أنه تنساش أنه هذا البيت الثامن اللي هو الجديد يعني موليد العشرية الثالثة تحديدا إذا كان في قضايا مالية أو أمور إلها علاقة بالتراكمات المالية أو مطالبات مالية أو مغامرات مالية بدك تحذر من هنا دولة اللي أنا ذكرتم كلهم لأنه ممكن أي وحدة فيهم تكون يعني على حسب وضعك وحسب طبيعتك وحسب عملك متزوج في البيت بتشتغل طالب يعني كلها هاي بتكون تركزوا عليها اللي هي الأموال الغير بمعنى آخر أما بالنسبة إلى البيت التاسع فهونا بتركز الأمور على مسائل لها علاقة بالتنقلات والسفر والاتصالات فلأجواء مش مناسبة لهاي الأمور يعني ما في كواكب موجودة صحيحة هاروتينية ولكن ميقول لك مش مناسبة ممكن تتلقى اتصال يزعجك ممكن حوار ممكن نقاش ممكن أمر يجيك من خارج البلاد ممكن يتأجل سفر ما أو يعني تحس بضغط بسبب شخص خارج البلاد أو ممكن المسألة إلها علاقة بالجامعات وبالدراسة فممكن امتحان يكون صعب أو امتحان مفاجئ ما تكون دارسه مستعدله فعشان هيك ما تهمل أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا اليوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على طبيعة عمله بتعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحظى بالشعبية وبتكون كل أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء طبعا من المريخ بتجيب الأشخاص المش مناسبين في طريقك اجتماعيا فبدك تضبط أعصابك ما تنفعل ما تستسلم للمغريات اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء جيد شيئا ما أورانوس ممكن بمقابلته مع عطارد يأثر على الحركة عندك أو على طريقة التواصل فعشانك أضبط أعصابك إنجز أعمالك ما تتسرى بإنجاز العمل راقب وضعك الصحي خذ قصد كافي من الراحة ممكن الفترة هاي برضو تحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا اليوم برضو الطاقة موجودة وعالية وقوية جدا ورغبتك بالإنجازات عالية جدا التحرك والاتصالات عندك قوية جدا 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 اليوم ممكن ما تهدأ وطيرتك نهائيا يعني عندك رغب اليوم للتحرك بكل الاتجاهات حيويتك عالية جدا كل إشي يعني اليوم رح يكون على مستوى الحركة والاتصالات والتواصل والثقة بالنفس والغراميات والحب والتعزيز العلاق مع الأحبة كلها هاي قوية ولصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا الأمور المالية وهي روتيني ولكن ممكنك تحل وضع مالي معين أو يعني يجيك دعم معين ممكن تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي عادة من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم إنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والمواصلات والحوارات والنقاشات وحتى على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالنشاط الفكري عندك قدرة لإيصال المعلومة والتحاور والترويج حتى لسلعة معينة وممكن تنشط حتى بأمور التعليم أو التدريس أو الامتحانات المدرسية أو حث الأبناء أو مساعدة الأبناء على الدراسة ما أبدأ أقول لك إذا كان فيه امتحان استعد لأنه هي تلقائياً هاي لازم أحكيها دائماً حتى لو الأجواء بتساعدك على تقديم الامتحانات لازم أحكي لك نفس العبارة الأجواء جيدة وبتدعمك ولكن لرفع العلامات أدرس وأركز ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو اهتمام بمسائل إلها علاقة إما بالسيارات أو بالهواتف أو بالأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعاً البيت الرابع هنا بركز على أمور إلها علاقة بالبيت بالعائلة بالعقارات بسكن جديد بترحال بمشاكل عائلية بصحة أحد أفراد العائلة يعني البيت الرابع واسع شوي في مكانه طبعاً بما أنه الشمس بالأساس هي موجودة في البيت الرابع وتربيع معك فمعناته رح تركز اهتمامك أكثر على المسائل العائلية بشكل كبير وعلى الأمور اللي إحنا ذكرناها حاول قدر الإمكان لتكون مرن وما تتخذ قرارات شوية تكون صعبة لأنه هاي الفترة بتحمل أحداث إلها علاقة بما ذكرنا أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء قوية جداً على المستوى العاطفي وممكن تعزز عاطفتك أو تعاملك مع الحبيب أو تقارب من الأحبة أو علاج مسألة بتتعلق فيك وفي الحبيب بس إنه أهم إشي قولنا بدون فرض الرأي وبدون ما تكون عصبي وبدون التحكم ممكن يكون لك علاقة مع أحد الأبناء أو مع أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي ممكن تضغطك باتجاه العمل يا عمل سريع هيك وبظهر على الساحة وبتطلب منك إنك تنجزه يا أمور إلها علاقة ببعض الترتيبات اللي إلها علاقة بزميل أو رئيسك بالعمل أو أمور إلها علاقة بعمل إضافي في منك رح يركز على الأمور الصحية أكثر أو على صحة أحد الأحبة أو أمور إلها علاقة بمراقبة برنامج غذائي أو أشياء إلها علاقة بمراجعة طبيب أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هنا بيت الشراكة ما زالت الأجواء رغم موجود القمر في مكان وبشكل زاوية جيدة معك إلا أنه اليوم زاوية هاي ما رح تكمل طول النهار فمن ساعة الظهر بدك تدير بالك دير بالك من الخلافات والنقاشات والحوارات والحدية أثناء التعامل مع الشريك حاول ما تستفز وحاول أنه ما يكون سهل أنك تستفز يعني ضبط الأعصاب مطلوب الحوار الرتيب أو الحوار الجيد مطلوب خلي الأمور يعني تمشي على سلام لأنه الفترة هاي العلاقات الضعيفة عرضة دائما للمشاكل الكبيرة أو حتى للانفصال أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتعزز نقاط قوية إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تحل مسألة إلها علاقة بالأموال المشتركة أو قضائية أو حتى قضائية مالية أو حتى أمور ضريبة أموال الغير بإجمال يعني أي شيء إلها علاقة بشركة المال أو أموال الغير أموال الزوج أموال الزوجة أموال الأب أي أموال مشتركة دير بالك حتى القروض والديون هاي تعتبر أموال مشتركة بينك وبين شخص حاول تدير بالك من المصاريف ودير بالك من أشخاص يستغلوك أو من نصابين أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن بتكون أكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن ممكن تشعروا بقوة العاطف اليوم وممكن يكون عندك أحلام إما بالسفر أو الهجرة أو القيام بمشاريع كبيرة بتقدر تعززها وبتقدر تسعى في تثبيتها أو بلورتها أو حتى تحقيقها إن ركزت فيها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة بدنا نوقف عنده شوي لأنه أي شيء بتعلق في سمعتك وهذا يعني بدك تحط عليه ميت خط أحمر تحته هيك وتنتبه له ما في داعي لتشويه السمعة مهما كانت الظروف مهما كانت المغريات ومهما كان الشخص دير بالك من المجازفات والمغامرات حتى لو كان الشخص تثق فيه ثقة عمياء إذا وصلت الأمور لمسألة ممكن إنها تشويه سمعتك ابعد عنها لا تخالف القوانين لا تجازف لا تغامر لا تغامر بعملك لا تتأخر عن دوامك لا تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل إنجز أعمالك داوم بوقتك الأمور بتكون ممتازة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء اليوم يعني شوي ممكن تستاء من أحد الأصدقاء أو من رأي أحد الأصدقاء أو من تصرف أحد الأصدقاء يعني بمعنى آخر جو الأصدقاء أو العلاقات الاجتماعية مش بالقوة الكاملة صحيح إنه ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون في مكان ولمة مع الأصدقاء أو تواصل صديق معك ولكن سهل جدا أنه يصير فيه هفوات أو أخطاء يعني ممكن أنه شوي تخليك هيك تنزعج أو تتوتر أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء طبعا ما فيه تأثيرات للكواكب موجودة فيه فعشان هيك بنقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك تركز بأعمالك حاول أنك ما تراكمها يعني اعمل الأعمال الضرورية والمهمة أهم شيء راقب غذائك راقب براحتك حاول تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر برضو الاهتمام بالصحة مطلوب بالفترة هاي لأنه هاي يا إما بتركز على صحتك يا إما على صحة أحد الأحبة اللي بتطلب منك الاهتمام فيه أو زيارته أو عيادة مريض برج الأسد طبعا بما أن الزهرة موجودة في البيت الأول عندك وما زالت ترمي ضلالها عليك فهي تعطيك قدرة عاطفية وقدرة من الحضوض في بعض المسائل بتعزز الوضع العاطفي عندك تعطي قوة وثقها بالنفس حتى وجود القمر في البيت الثامن يعني شوي ممكن أنه يعمل نوع من أنواع الإرباك على المسائل المالية أو توتر مالي أو مصاريف أو التزامات ولكن العاطفي بالظل قوية عندك رغبتك تواصلك بالأحبة بتكون ممتازة جداً ولكن بدك تنتهبه من الحساسية أنت حساس جداً 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 من أي كلمة من أي نظرة من أي تصرف من أي شيء عابر هيك ممكن تتحسس ويعني تدخل في جو سلبي حاول يعني تضبط حساسيتك شوي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا رح تركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمال المال شوي في الفترة هاي يعني أنت باتجاه مصاريف أو باتجاه شيء في عبق مالي صحيح أنه ممكن تحصل مكاسب مالية من عظم مال إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن برضو المصاريف في مصاريف قادمة على الطريق ممكن هاي المصاريف يعني ما يكون لها حساب بالطريقة اللي أنت بتحسب فيها انتبه من التصرع في الأمور المالية لأنه التصرع في الأمور المالية خسارة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا شوي بدك تنتبه أثناء حركتك واتصالاتك وحواراتك تكون حذر ومركز بشكل جيد انتبه من الأمور إلها علاقة أثناء القيادة مثلا امتحانات أثناء المناقشة راقب كلامك تكون حذر بكل تصرف بتتصرف على الأمور اللي ذكرناها برضو الأجواء هنا بتحمل نوع من أنواع الأعطال على مستوى أمور إلها علاقة بالسيارات بالهواتف بالأجهزة الإلكترونية حتى تعطيل مسائل إلها علاقة بالتسويق أو مشروع معين يتأجل ما يكون يعني حابب أنك تنجزه ولكن أمورك بتجبرك على تأجيله بدك تكون حذر أثناء حوارك برضو مع الإخوي مع الجيران حاول تكون برضو حذر ومرن أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بتركز الأجواء على أمور إلها علاقة بالبيت بالعائلة اهتم في الأمور العائلية ممكن تنزعج من بعض الأوامر أو تنزعج من بعض التدخلات بشؤونك أو من أمور إلها علاقة ببعض القصوصية عندك حد يتعدى عليها تزعجك أو تسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن يصير حدث منزلي أو وضع عائلي معين يتطلب منك الاهتمام أو التواجد ممكن تنشط اجتماعيا أو إشيء له علاقة بتقارب العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي الروتينية يعني بتتعامل بروتين ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي صحيح أنه يعني الزهرة تعطيك طاقة ببيتك الأول بتخلي فيه رغبة عاطفية عندك ولكن نفس البيت الخامس اللي إله علاقة بالأحبة شوي يعني خالي من الكواكب فبتتعامل على طبيعتك ممكن شوي هيك تنزعج زي ما حكينا أو تتحسس حاول أنك توازن الأمور ممكن بتحاول تعالج مسألة بتتعلق بأحد الأحبة أو تساعد في مسألة ولكن بتحاول قدر الإمكان من بعيد لبعيد أما بالنسبة للبيت السادس فهنا الأجواء بدأ تركز على مسائل إلها علاقة في العمل فعشان هيك من قلك حاول أنك تركز بشكل منيح حاول أنك تنجز أعمالك بشكل قوي ما تراكمها ما تهملها ما تأجلها حاول أنه يعني تركز حتى على أمور إلها علاقة بزملائك أو رؤسائك بالعمل خلي في نوع من أنواع الود أو التقارب ما بينك وبينهم على أساس أنه يعني تحقق إنجازات خلال الفترة هاي أو تكون الإنجازات لصالحك ممكن يبادر أحد الأصدقاء لمساعدتك في عمل ما أما بالنسبة للوضع الصحي فطبعا بدك تحذر من بعض التقلبات اللي بتصير على المستوى الصحي اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أو تتطلب منك مراجعة الطبيب أو حتى يعني أشياء إلها علاقة بأخذ أدوية مستمرة أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتركز الأمور على الشراكة الشراكة مالية شراكة عاطفية ما بينك وبين الزوج يعني بتطلب منك نوع من أنواع التركيز القوي أثناء التعامل معاه ممكن الأجواء شوي يكون فيها نوع من أنواع الاستياء ولكن يعني ممكن أنه قراراتك هي اللي شوي يتوتر الأجواء ما في داعي لاتخاذ القرارات خصوصا للقرارات المنفردة خلي في تحاور جيد وحوار جيد وتواصل جيد يعني كل الأمور ضغطة كمان هذا المكان يصير فيه ضغط في هاي كارثة عشان هيك بيتك وبيت الشراكة والعلاقة الزوجية هي بالأساس أنك تهتم فيها بالفترة هاي بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هون تنشغلوا في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكي أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة وبيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية بالفترة هاي بشكل كبير ولكن أهم شي بدك تحذر على أوراقك أو معاملاتك أو أموالك من السرقة أو الضياع أو حتى من المغامرة أما بالنسبة للبيت التاسع فما زال المريخ بشكل زوايا صعبة جدا فعشان هيك وتراجعه ما زال بعركس أمور إلها علاقة بالسفر أو يعني استياء من بعض الأشخاص ممكن خارج البلاد أو حتى حدية بالطباع أثناء التعامل مع بعض الأشخاص أو ممكن هجوم عليك أو ممكن كلمات ممكن موضوع معين هيك يسبب لك نوع من أنواع لإرباك أهم شي ضبط الأعصاب إذا كان عندك امتحان أو عندك مقابلة حاول أنك تدرس وتستعد بشكل جيد انتبه أثناء تنقلاتك أثناء مراسلاتك لأنه ممكن يتأخر لك بريد أو يتأخر لك شيء أو أمر معين أو حتى أمور إلها علاقة بالتوظيف أصبر يوم بس حديث من القمر يوصل لبيتك التاسع للحمل تصير الأجواء أحسن وأقوى بكل ما ذكرنا أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلك يعني بيت السمعة وبما أنه أورانوس اللي في بيت السمعة وتقابله مع عطارد احذر من اتهامات ودير بالك من أشخاص يتبلوا عليك أو يتهموك أو حتى أمور ممكن تشوه سمعتك لا تخالف القوانين لا تجازف لا تغامر لا تدخل بأشياء مشبوهة مهما كانت الظروف الأجواء لسه العين مفتوحة عليك فعشان هيك ممكن أنه يصير أي حدث يشوه سمعتك بالفترة هاي فعشان هيك راقب كل تصرفاتك وإعمل حساباتك بعقلانية وجدية وبوضوح أما بالنسبة للبيتك 11 فالأجواء هنا بتعزز نقاط لها علاقة بالصداقة فهاي قوية جدا إنها هي تعزز نقاط بالتلاقي أو أصدقاء أو تحالف أصدقاء معك ممكن أنت تبادر بزيارة أو بتعاطف أو بمساعدة لبعض الأصدقاء ممكن هم من اللي يبادروا بدورهم لمساعدتك الأهم إذا توجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة انطلق وما تتردد بأنك أنت تنتشر اجتماعيا بالفترة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب خالي من التأثيرات بالنسبة للكواكب فعشان هيك منقول الأجواء يعني تنحسب لصالحك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية اليوم أو تهتم في مسائل إلها علاقة بالعمل برضو تكاثف أشخاص بمساعدتك أو بمحاولة مساعدتك أو بنصحك في مسائل معينة لصالحك ممكن تكثر بالفترة هاي برضو الأمور الصحية ممكن أنت بتراقب فيها أو بتعالج مسألة ذاتيا يعني ممكن أنك ما بدك تروح للطبيب ولكن أنت حاب أنت اللي تعالجها ببرنامج غذائي بأدوية مسكنة مثلا بالمتاح ما بين إيديك هذا ممكن عند أغلبية برج الأسد هيك يتعاملوا ممكن تصير قلق بس على صحة أحد الأحبة أو تسعى بزيارة أو عيادة مريض بالفترة هاي برج العذراء طبعا وجود القمر مقابلك تماما هو شوي بيضعف من طاقتك فعشان هيك الطاقة عندك بتكون ضعيفة بالفترة هاي بيكون ما عندك راغب كثير للتحركات أو بتفضل إنك شوي تأخذ أجواء منزلية أو بيتية أو تقلل من حركتك ونشاطك ممكن شوي يعني تنشط بمسائل معينة ولكن إنه الأغلب عليك بيكون هي يعني بتحس إنه ما عندك طاقة للعمل ما عندك طاقة الاستمرارية يعني الشغلات ضرورية بتعملها بتعملها بعدين بتنزل الطاقة عندك شوي شوي نفسيا حتى مش مرتاح طبعا بسبب تواجد القمر مقابلك تماما هذا بيضغط عليك بشكل كبير وهي مسألة أيام خلص وبعدين القمر بتحرك من المقابل يعني بتفك عنك هاي الأزمة أو هاي الضغوطات الموجودة أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية هي محور التركيز عندك بالفترة هاي ممكن مصاريف أو التزامات أو أعباء مالية أو بتحاول تحل وضع مالي معين ممكن شوي تهتم ببعض الأعمال الإضافية أو تهتم بمستردات أو هبات أو دعم أو حتى مؤازرة في شيء معين الأجواء بتساعدك وبتدعمك الشمس قوية في مكانها فعشان هيك بتعطيك شوية حضوض مش بالحضوض الكاملة لأنه حتى وجود الشمس بمكانها مش بالقوة الكاملة فعشان هيك يعني زي بتنقض تنقيط بس فعشان هيك هيك بقدر أوصفها أهم إشي أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا عطارد وحكينا أنه تقابل مع أورانوس بالفترة هاي بلاش يعمل مقابلة فعشان هيك شوية بدك تدير بالك أثناء حركتك اتصالاتك حوارتك نقاشاتك العصبية والتوتر بكون واضح جدا عليك فعشان هيك ما في داعي للانفعال ما في داعي للتوتر ما في داعي للتسرر حاول أنك شوي تهدي من أعصابك وحاول أنك شوي يعني ما تنفعل ما في داعي يعني ما في إشي بستاهل أنك أنت يعني تعصب لأجله اضبط أعصابك حتى حواراتك حاول تكون واضحة كلامك يكون واضح بدون ما أنك تدخل بشؤون الغير ابعد عن الانتقادات اللاذعة بالفترة هاي وحافظ على جهازك العصبي أثناء حركتك أو أثناء تنقلك بالسيارة برضو كون حذر إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول تركز بشكل جيد ممكن اليوم يكون لك اهتمام خاص بأحد الأخوي أو بأحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو تعمل نوع من أنواع التوتر على إشي له علاقة بالبيت علاقة منزلية أو عائلية أو وضع عائلي معين أو ممكن اهتمام بأحد أفراد العائلة ممكن تهتم بمسائل إلا علاقة بالبيت أو ترتيبات أو ديكور أو تصليحات أو مشتريات وممكن أعطال منزلية بشكل مفاجئ تصير يعني تلفت نظرك أو تخليك تهتم فيها بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا الأمور بتركز على الوضع العاطفي الأجواء تقريبا للعشرية الأولى العشرية الثانية بتعزز من العلاقات العاطفية والتقارب مع الأحبة أو إنجازات إلها علاقة بالتواصل بالتقارب بالعاطفي بأشياء إلها علاقة بالمغامرات حتى بالنزوات يعني فيها أشياء إيجابية صحيح بذكرت أشياء سلبية أنا ولكن برضو هاي موجودة النشاط الفكري والتجميلي برضو ممتاز الحظ بيدعمك في بعض المسائل وخصوصا حكينا العشرية الأولى والثانية العشرية الثالثة هدولة بدهم ينتبهوا من المشاكل العاطفية أو توتر وضع عاطفي أو قلق عاطفي ممكن تقلق على الحبيب أو يصير شيء يعني يسبب لك قلق على أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل ممكن تهتم ببعض الأعمال أو إنجاز عمل ما أو ممكن يتراكم عندك عمل ممكن يصير مبادرة من بعض الأشخاص يحلوا مكانك أو يساعدوك في عمل ما أو يعني يسندوك في وضع معين أو يجبوه لك عمل يعني العلاقات الإجتماعية بالفترة هاي بتدعمك وبرضو بالمقابل راعي وضعك الصحي من التقلبات على أساس أنه شوي ما تكون الأمور كمان الصحية ضغط عليك أما بالنسبة للبيت السابع فهون بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة للترابط أو للتقابل أو للاهتمام بالشريك أو بالزوج الفترة هاي مناسبة لإتمام أمور إلها علاقة بارتباط أو تطوير علاقة لمرتبة زفاف أو توقيع عقد ما علاقتك الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها الانسجام والتوافق ولكن الأهم زي ما حكينا بدون انفعالات وبدون عصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فهون بتتركز الأجواء على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة في مصاريف أو في عبق مالي معين يعني كل أموال الغير يعني الأموال اللي بتكون شراكة بينك وبين أشخاص يعني إشي دين قرض ميراث أمور إلها علاقة بتركة إلها علاقة بنفقة إلها علاقة بقضية مالية إلها علاقة بسداد فوتير أو إمور التزامات يعني كلها هاي شوي فيها نوع من أنواع الضغط مشغل فكرك كثير بالفترة هاي أو استردادات مالية أهمش أنك تحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو من المحتالين في عندك نوع من أنواع الاهتمام رح يكون بمسائل إلها علاقة بالغيبيات أو بأمور روحانية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء طبعا من أورانوس بتجيب أخبار مفاجئة أو أحداث مفاجئة أو تواصل مفاجئ أو شيء له علاقة بالمقابلات أو السفر يعني حاول برضو أنك تكون مرن في أجواء إيجابية بتساعدك ممكن تحصل على خبر معين أو مؤازرة من بعض الأشخاص خارج البلاد بس إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول أنك تستعد وتدرس بشكل جيد صحيح أن الأجواء أنت عندك رغبة للسفر أكثر ولكن الأجواء مش مساعدة بالشكل الكافي أو بالشكل اللي أنت بدك يا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة بتقدر تحافظ على سمعتك وبتقدر تدافع عن عملك بتقدر أنك تثبت شخصيتك أو تثبت ذاتك ممكن يكون لك تعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل بالفترة هاي بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن تنشط اجتماعيا أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء بالفترة هاي أو مؤازرة منهم أو مساعدتك في مسألة ما ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو حتى أنه يكون في شيء أو حدث معين يجمع الأصدقاء حولك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الزهرة ما زالت موجودة وهي بتدعمك في مسائل إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة في أمور صحية ممكن أنه اليوم تهتم في إنجاز بعض الأعمال أو تهتم بمراجعة طبيب أو حتى عيادة مريض أو زيارة مريض أو اهتمام بصحة أحد الأحبة يكون تعبان فيعني ممكن أنك أنت توقف جانبه برج الميزان طبعا القمر ما بمنحك القوة خلال هذا اليوم أو يعني بيعدل المزاج عندك يعني شوي ممكن أنه الشمس هي اللي تحل مكان القمر اليوم يعني تعطيك ثقة شوي بالنفس تحس أنه شوي عندك رغبة بالتحرك أو رغبة بالتواصل والاتصالات قلبات على المستوى المالي إما مصريف أو جيب لك التزامات أو دفعات أو قلق مالي معين ممكن اضطراب بالوضع المالي يكون ممكن تحصل على بعض الديون أو المستلزمات أو المستحقات اللي لا إليك ممكن تحصلها من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم ولكن الأهم المصريف اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ وممكن يكون فيه من وراها عبئ كمان فعشان يك يدير بالك أنك تتهور بأي مسألة مالية اللي ما تدخل فيه أشياء إلها علاقة بالغرامات أو الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني ممكن شوي هيك تساعدك على التنقل والاتصال والحوار ويكون عندك قدرة على قراءة الأشخاص أو تحليلها أو سرعة بديهة عالية أو تنشط بأعمال اليوم كثيرة ولكن بدك تنتبه يعني ما في داعي للمغامرات ولا للمجزفات ولا أنك تخوض أشياء شوي ما تكون لمصلحتك حاول قدر الإمكان أنك أنت اليوم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تركز بشكل جيد ما ترتجل وما تتسرع بالإجابة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة في البيت فعشان هيك شوي الأمور ضغطة بتضغط خصوصا موليد العشرية الثالثة أكثر للأشخاص من موليد برج الميزان بتحدث شوي تخلافات، نقاشات، حوارات، مشاكل، أعطال، اهتمام بأحد أفراد العائلة خلاف، توتر، قلق، بيتي أو منزلي أو داخلي يعني شوي بتطلب منك هيك أنك أنت تكون حكيم تأخذ نفس هيكي وتعدل العشرة قبل ما تتخذ أي قرار حاول أنك ترتب الأمور حتى ولو كثرت يعني حاول ترتبها بشكل جيد بدون أخطاء عشان الأمور تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ما في تأثيرات على طبيعتك بتتعامل عاطفيا ممكن يكون لك اهتمام بالحبيب خلال هذا اليوم وممكن أنك أنت تهتم بأحد الأحبة زي أحد الأبناء أو الوالدين ممكن تظهر مسألة مقلقة شوي لها علاقة بأحد الأبناء ممكن تتوتر أو تخلق أو حتى يستفزك مسألة معينة أو تدافع بشراسة عن هاي المسألة فعشان هيكي ضبط الأعصاب برضو مطلوب والحكمة مطلوبة أما بالنسبة للبيت السادس فالعمل طبعا ممكن يتراكم عندكم اليوم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تجدوا سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو الأعمال المنزلية أهم شيء الوضع الصحي خلي قيد التركيز أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هنا نحكي عن المريخ المريخ اللي بيخلي يعني كأنك أنت عبارة عن كتلة قش وتستنى عود كبريت يعني بدك تنتبه من الشرارة اللي ممكن في لحظة إنها هيتولع علاقة أو تولع صراع أو تولع مشاكل ما بينك وبين الشريك ضبط العصاب مطلوب قدرة الاستيعاب لتصرفات الزوج بالفترة هاي مطلوبة ما في داعي للانفعال ما في داعي للتوتر ما في داعي للقلق أو اختلاق المشاكل يعني بمعنى آخر التماس الأعذار مطلوب والحكمة بالفترة هاي تحديدا هي المطلوبة اعرف إنه المريخ ضاغط بشكل كبير بالفترة هاي يعني بسبب خلافات من تحت الأرض عشان هيك دير بالك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتركز على الأمور المالية المشتركة فاليوم ممكن تحصل بعض الأموال عن طريق شراكة أو تعويض أو أمور إلها علاقة بالقضايا المالية أو القضايا البنكية أو أمور إلها علاقة بالقروض أو أموال الغير يعني أموال الشريك أموال الزوج الزوجي ممكن أشياء مثل هيك تهتم فيها في منكوا رح يهتم بأمور إلها علاقة بالغيبيات أو الروحانيات أو حتى بعض المسائل الفكرية الغامضة شوي أو حتى تاريخية قديمة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تكثر الاتصالات عندك بالفترة هاي وممكن يكون فيه شوية أمور إلها علاقة يعني بامتحان جامعي تواصل مع جامعة معينة مع رئيسك مع عميد كلية مثلا مع زملائك بالجامعة يعني فيه نوع من أنواع الأشياء الإيجابية اللي بتساندك أو بتدعمك على مستوى النقاط هاي ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو دراسة حاول تركز بشكل جيد وحاول أنك يعني ما تعتمد على الحضوض لأن الأجواء مش داعمة بالاتجاهات أما بالنسبة للبيتر عاشر فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالسمعة ممكن شوي تظهر بعض المسائل اللي تخليك تتهور أو تتخذ قرارات صعبة أو حتى أنك تأخذ حوارات يعني تكون فيها نوع من أنواع الحدية ضبط الأعصاب مطلوب وبرضو في نفس اللحظة ما تخالف القوانين وما تجازف وما تدخل بأي شيء مشبوه إيش حنحالك بطاقة كاملة قبل ما تتخذ أي قرار أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية فبتسعد بلقاء الأصدقاء أو تعاونك ما بينك وبين الأصدقاء ممكن تحل مسألة تتعلق بصديق أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا النهار يعني الوضع الاجتماعي راح يكون نشط جدا بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بتطلب منك التركيز بتطلب منك أنك تكون واضح تماما وخصوصا في مجال عملك في مكان عملك ودك تراقب صحتك ما في داعي للانفعال أو التهور أو أنك أنت تندفع باتجاه الصحة بشكل عنيف يعني بمعنى آخر أنه يعني تغامر تجازف تهمل وضع صحي أحاول أنك دائما إذا شعرت بشيء غير اعتيادي وخصوصا أنه القمر في البيت السادس يعني إذا شعرت بشيء غير اعتيادي بما تكابر على نفسك وراجع طبيبك راقب راحتك وغذاءك وأدويتك وما تهمل صحتك برضو هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة وممكن هي هاي اللي بتسبب لك أكثير من التوترات برج العقرب يعني أنت بدأت بفترة وهي اليوم الثاني على الأمور العاطفية أو الحضوض يعني الأجواء جيدة وابتدعمك بقوة والنفسية أحسن وحتى حيويتك غير ثقتك بنفسك غير وعندك طاقة هائلة جدا حتى طائقة الحب عندك جياشة فعشان هيك الأجواء راح تساعدك وتساندك حتى على المستوى الشخصي أو على المستوى العاطفي أو حتى على الأمور المالية يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية القوية أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا ما في أي تأثيرات للكواكب فنرجح كفة البيت الخامس هنا ففي فرص لوضع مالي معين ممكن تحصل بعض المكاسب أو الاهتمامات أو بعض الديون أو ممكن أمور إليها علاقة بدعم مساعدة هبة مشروع معين عمل إضافي في ثقة بالنفس وبرضو في فرص للمكسب المالي إن أتيحت هاي الفرص استغلها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا يعني شوي بدك تضبط أعصابك ما في داعي للتسرع ما شي عندك رغبة بالاتصالات والحوارات ونشاط عالي جدا وقدرة على التواصل والإقناع وحتى على مستوى الامتحانات وحث الأولاد على الدراسة أو مساعدتهم بالدراسة ولكن تسرعك عالي جدا ما تتسرع باتخاذ القرارات ما تنفعل ما تتخذ قرارات صعبة في الفترة ممكن شوي عندك كثير من الالتزامات أو كثير من الضغوطات ولكن برضو التروي مطلوب انتبه أثناء حركتك قيادتك للسيارة انتبه أثناء امتحاناتك ما تجازف وما تغامر ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بتركز الأجواء على المسائل البيتية أو العائلية بشكل كبير فممكن مسألة عائلية أو مسألة بيتية تكون مأرقة أو حسابات أو أعطال اهتمامات بتصليحات بأحد أفراد العائلة اه اجتماع أو لقاء أو حتى بالأمور اللي إلها علاقة بالعقارات أو بالمنزل أو يعني بالأشياء كل الأمور اللي بتتعلق بالبيت والعائلة وهذا البيت الرابع فيه اهتمامات عالية في اليوم وفيه إشي له علاقة بالتوتر أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية بوسعكم شراء ورقة يا نصيب هاي فترة فيها حضوض ولكن أنا يعني لازم أذكرها كلمة شراء ورقة يا نصيب ولكن ما بيشوف الحضوض بالقدرة اللي ممكن تأهل للمكسب يعني ممكن ما تخسر ولكن ممكن أنه مكاسبك ما تكون بالقوة برضو الفترة هاي بتقوي علاقتك العاطفية وبتعرف فترة من البهجة أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور هنا ضغطة على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل ممكن أعمال كثيرة أو توتر أو قلق أو حسابات أو التزام بمكان العمل يعني في ضغط على العمل بشكل هائل ممكن ما ترتاح ممكن شوي يعني يكون في عندك أعباء أو أكثر من اتجاه مع بعض يعني أكثر من عمل مع بعض بتحاول أنك تغطي كل المسائل حاول تأخذ قصد كافي من الراحة ما ترهق حالك كثير وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه على الوضع الصحي عندك من بعض التقلبات اللي اهتمام بالصحة مطلوب أما بالنسبة للبيت السابع فأورانوس طبعا ممكن يسوي سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار ما بينك وبين الشريك حاول ضبط الأعصاب ما في داعي أنك تنفعل وتعصب وتحتد وتكبر الأمور ممكن تظهر بعض المسائل اللي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام بشكل قوي يعني بمعنى آخر الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن الحذر مطلوب من المفاجآت أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا لأجواء روتينية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بضريبة تأمين قروض أوراق مالية دراسة جدوى مثلا لمشروع معين تفكر في أمور إلها علاقة ببعض المشاريع في منك رح يهتم ببعض الأمور الغيبية أو الروحانية بشكل كبير بالفترة يعني فيه اهتمامات عالي وشفافيتك الروحانية عالي جدا أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بركز على مسائل إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بالاتصالات البعيدة إلها علاقة بالتنقلات البعيدة الأجواء تقريبا بتحمل أشياء إيجابية لصالحك ممكن تتلقى اتصال أو خبر يزعجك أو ممكن أنك تتوتر من اتصال معين ضبط النفس مطلوب وبرضو تشحن حالك بطاقة عالية إيجابية برضو مطلوب حاول أنك اليوم ما تنزعج من أي شيء وحاول أنك برضو إذا كان عندك امتحان أو عندك مقابلة يعني تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا منحكي عن الزهرة فما زالت تدعمك على مستوى بيت السمعة على عمل جديد على ثقتك بنفسك على أمور إلها علاقة ببعض المسائل اللي إلها علاقة بزملائك أو رؤسائك بالعمل أو التقارب ما بينك وبينهم أو تحقيق إنجازات كان صعب إنك تحققها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بعزز من أمور إلها علاقة بالأصدقاء أو التقارب مع الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء في أشياء إيجابية بتدعمك بقوة فحاول إنك أنت تستغلها وممكن أمر عاطفي يجي من خلال مناسبة اجتماعية وممكن اليوم تسعد باتصال أو بتعامل صديق معك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء طبعا ما زال القمر موجود ما زال الشمس كمان موجودة في أماكن مقابل بعض فعشان هيك نقول لك دير بالك يعني انتبه لأعمالك ما تخلي أعمالك تتراكم انجز المهم من الأعمال ركز وانت بتنجز أعمالك عشان ما يصير فيها أخطاء برضو خلي تعاملك جيد مع زملائك ورؤسائك بالعمل انتبه لصحتك بشكل جيد راقبها إذا بتأخذ أدوية حاول إنك تستمر عليها أو تأخذها بوقتها بدون ما تنساها أو تطنشها يعني حاول تراقب غذائك برضو راحتك ممكن برضو يعني تعطي النوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة هاي الفترة أو الرغبة بعيادة مريض أو مجاملة أشخاص بوضع ما أو عندهم حدث ما بتطلب منك كأنك تجاملهم أو تآذرهم أو تساندهم برج القوس طبعا اليوم القمر موجود في البيت الرابع مستقر لآخر يوم الأجواء تقريبا راح يكون فيها شوي ضغط هيك خصوصا على الأمور المالية الأمور البيتية الأمور الصحية شوي بيكون بحاجة للتركيز أكثر ممكن شوي هيك تحس ببعض الاكتئاب أو الاضطراب أو العصبية في بعض الأوقات شخصيتك مش بكامل حيويتها يعني في لحظات بتكون بطاقة كبيرة ولكن في لحظات بتضعف الأمور عندك أو بتستسلم أو بترضخ لبعض الأمور النفسية اللي ممكن تأثر عليك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اليوم في نوع من أنواع الضغط يعني ممكن بعضك يحصل مكاسب مالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن أن المصاريف بتكون كثيرة أو في إطرابات مالية أو التزامات أو شيء مالي مؤرق بالنسبة لها ممكن مصاريف بيتية أو عائلية أو أمور إلها علاقة بمشتريات أو تصلحات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتشجعك على أمور إلها علاقة بالتنقل والاتصالات والحوارات وحتى على أمور المناقشة ولكن ضبط الأعصاب مطلوب وعدم الحدية بالطباع مطلوب برضو الأمور اللي ممكن شوي هيكت وترك خلال هذا اليوم حاول تبعد عنها انتبه أثناء تنقلاتك أثناء حركتك أثناء نقاشاتك وبرضو إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد حاول قدر الإمكان أنه أنت تركز بشكل منيح أثناء الدراسة لأنه شوي الفكر عندك مشتت أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل مطلوب على مسكنكم أو اهتمام بأمور البستنة بتجد تعاون من أفراد العائلة بتعرف حياتك العائلة فترة من الراحة ومن البهجة يعني الاهتمام رح يكون لشأن عائلي أو أمر عائلي أو حدث عائلي أو ممكن يعني اتفاق أو اجتماع أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا المريخ طبعا رح يأثر على موليد العشرية الثالثة بشكل سلبي خصوصا على الأمور العاطفية اللي ممكن يصير فيها خلاف أو جدال أو تحسس من موقف ما أهم شيء أنك تحافظ على ردات فعلك ممكن اليوم يكون لكو تعاون ما بينكو أو تعامل ما بينكو بين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو حتى مع الحبيب في أشخاص منكو ممكن يمارس هواية أو يحاول أنه هيكي يعمل زي إشي ترفيه بالنسبة للبيت السادس طبعا الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل صحيح أورانوس عامل تقابل مع عطارد يعني ممكن يسبب بعض البلبلة أو الأعمال اللي شوية تكون مربكة أو قلق معين على وضع مالي معين أو إلو علاقة بالعمل أهم إشي إنكو تنجزوا أعمالكو ما تخلوها تتراكم ما تتغيبوا عن أعمالكو ما تدخلوا بخلافات أو الصدامات ما بينكو بين زملائكو أو المعاونين في مكان العمل وينتبه على صحتك من بعض التقلبات اللي بتيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتعزز أمور إلها علاقة بالشراكة أو أمور إلها علاقة بالتعامل بالشريك يعني بالزوج فعشان هيك شوية الأجواء ممكن يكون فيها بعض الحدية أو بعض التحسس من تصرفات الشريك خلال اليوم ممكن بسبب اتخاذ قرارات فردية أو بسبب أنه هو يعني ممكن يهمل مسألة معينة أو ما ينتبه لأمر معين يعني أو يرتجل شيء فهذا الإشي ممكن أنه يسبب لك نوع من أنواع الحسسية حاول قدر الإمكان ضبط العصاب ما في داعي لاختلاق المشاكل أو تكبير المشاكل في هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فبتتركز الأمور على الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك أو اللي إلها شريك يعني زي أمور مثلا أنت مقرض أموال أمور بنك ضريبة تأمين مستردات مالية فوترة لبعض الإشي حسابات بتحاول أنك تسددها إشي له علاقة بالنفقة بالميراث في أشخاص منكوا رح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالغيبيات أو الأمور الروحانية أو حتى بعلوم زي علوم الفلك يهتم فيها أو يحاول أنه يجمع معلومات عنه أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الزهرة بتعزز أمور إلها علاقة بالسفر أو خصوصا السفر اللي بعيد وعلاقتك مع الأجانب أو تواصل أو اتصالات أو ممكن تتلقى خبر ما من خارج البلاد في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتعليم أو بالدراسة أو بالجامعة تحديدا ممكن مقابلة امتحان دورة يعني الأجواء بتساعدك على هاي الأمور ولكن بدك تحذر أثناء تنقلاتك وإذا كان عندك امتحان حاول أنك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة ما في أي تأثيرات للكواكب ممكن تتعزز من سمعتك وتدافع عنها خلال هذا اليوم ومنك ممكن يتصرف بعض التصرفات الارتجالية اللي شوي ممكن تتوجه له بعض الانتقادات أهم شيء يعني حاول أنك اليوم تنجز أعمالك لأنه اليوم بيعمل فارق بالنسبة لإلك خصوصا نظرة زملائك أو رؤسائك بالعمل لا إلك أما بالنسبة للبيت 11 فالأجواء الاجتماعية هي بأوجها وهي بتساعدك على عملية توطيد العلاقة الاجتماعية أو التواصل مع الأحبة التواصل مع أصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء صديق ما ولكن بدك تحذر من عطارد اللي شوي بيخلي عصبيتك أو حديتك أو فضولك في بعض الأوقات كثرة الكلام ممكن تتدخل بمسألة ما أو إنه شوي يعني يتضايق الشخص اللي بتعامل معاك حاول تضبط لسانك على أساس أنه ما تنفهم غلط وإذا بدك توجه أي موضوع حاول أنك تكون واضح وصريح فيه على أساس أنه يعني ما ينفهم الموضوع غلط أما بالنسبة لبيتك 12 فما فيه أي تأثيرات للكواكب يعني بشكل سلبي فممكن تنجز أعمالك وممكن إنك تهتم ببعض الأمور الصحية ممكن الفترة هاي تحمل قلق على صحة أحد الأحبة أو أحد المعارف أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمراجعات الطبية برج الجدي طبعا اليوم الاتصالات والتحركات نشطة جدا اليوم أنت حيوي ومفعم بالحيوية بمعنى آخر عندك رغبة لأنك تتنقل وتعمل انتصالاتك وحواراتك وممكن ما تهدأ أساسا اليوم من كثرة الاتصالات اللي رح تجريها أو تتلقاها في من كل يوم أشخاص رح ينطلقوا بمشروع أو بفكرة أو بتعزيز وجهة نظر لإلهم أو الدفاع عن حق لإلهم ممكن حتى توصل لنقاشات حادة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي تقريبا يعني بدكوا تنتبهوا على بعض المسائل المالية اللي ممكن ما تكون بالشكل اللي أنت بدك إياه يعني تكون مربك شوي ممكن التزامات أو قلق من وضع ما أو تحس أنه الالتزامات أثقل من الشيء الطبيعي في منك ورح يمنهمك في بعض المصاريف ممكن تكون المصاريف هاي شخصية أو مصاريف عائلية أو صحية أهم شيء أنك تحافظ على أموالك من الصرقة أو الضياع يعني الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى المالي بتتطلب منك التركيز أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقتك اليومي وتنقلاتك بتكون منتعة ممكن تستفيد من علاقاتك مع المحيط بشكل جيد وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنه اليوم إذا كان في امتحان أو في مقابلة الأجواء جيدة لا إجراء أي شيء في منافسة أو في امتحان أو في إبداء وجهة نظر أو إقناع بوجهة النظر الأجواء ممتازة فحاول تستغلها أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن تحمل نوع من أنواع القلق اللي بتعلق في أحد أفراد العائلة أو مشكلة بيتية منزلية خلاف جدال أعطال ممكن تصليحات أو ترميمات تطلب منك الاهتمام بشكل كبير أهم شيء أنك تكون محور أنت للتلاقي أو للاهتمام أو ممكن أنت هيك تقارب ما بين وجهات النظر أو تعمل مصالحة في منكم ممكن يسعد بلقاء أو مناسبة منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعاطفة الأجواء العاطفية بتحمل نوع من أنواع المفاجآت خلال هذا اليوم إما لقاء أو ممارسة هواية أو تعامل ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين ولكن الأهم أنه يعني بدك تضبط حالك في لحظات معينة في مفاجآت ممكن المفاجآت هاي تكون إيجابية أو سلبية على حسب طبيعة علاقتك العاطفية ضبط العصاب مطلوب وعدم إهمال العلاقات العاطفية أو الحبيب بالفترة هاي أو الشعور بمتطلباته وإحتياجاته ما مطلوب منك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجز كل أعمالك بشكل جيد المهم أنك أنت جاهد نفسك حتى لو بتعمل ساعات إضافية أنك ما تراكم الأعمال وبرضو انتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراكم ما في أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك بتتعامل أنت والشريك أو أنت والزوج بطريقة روتينية صحيح أنه ممكن تحمل نوع من أنواع القلق أو الحساسية في بعض المواطن ولكن إجمالا الأجواء بتحمل نوع من أنواع المصالحة أو الاهتمام أو نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو بينك وبين الزوج أهم إشي أنك تبعد عن القضايا القضائية أو الخلافات القانونية أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتتركز الأمور على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة فاليوم ممكن تحل مسألة إلها علاقة بدين أو قرض أو مسألة بنكية أو حتى خلاف مالي ممكن تهتم بأموال الزوج أو الزوجة وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالقضايا المالية زي غرامة مثلا أو إشي العلاقة بالضريبة أو تحصيل أموال حقوق لا إلك أو حتى أمور إلها علاقة بالنفقة والميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتركز على أمور إلها علاقة بالسفر صحيح الأجواء لسه ما فتحت بالقوة الكاملة ولكن ممكن تعزز بعض الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تهتم لمسألة شخص مقيم خارج البلاد ممكن شوي بعضكو يكون له بعض الاهتمامات الدراسية التعليمية اللي هي في مراحل الجامعة زي امتحانات أو مقابلات أو حتى مناقش إلى مشروع ما الأجواء بتدعمك بشكل قوي وبتعزز النقاط بشكل قوي وممكن تحقق نجاح رائع أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا ما زالت الأجواء ضاغطا من الشمس على بيت السمعة فما نقول لك لا تجازف لا تغامر لا تدخل بأعمال مشبوهة ما تخالف القوانين حاول أنك تركز بشكل قوي على أساس أنك تنجز الأعمال اللي ما بين إيديك ممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين أحد الزملاء أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بدك تحذر من عطارد اللي شوي بعمل تقلبات بالمزاج أو استياء من تصرف أحد الأصدقاء اللي ممكن شوي هيك يسبب لك ردة فعل ممكن إهمال تقاعص ممكن كلمات ممكن انتقاد معين يستفزك حاول قدر الإمكان أنه ما تخلي حد يستفزك بسهولة حاول أنك تطنش الأمور إشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان ممكن تنشط ببعض الاتصالات أو التواصل مع بعض الأصدقاء لمؤذرتهم في موضع معين وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب ما في أي تأثيرات للكواكب عشان هيك عندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال صحيح أنه ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال وتجد صعوبة في إنجازها ولكن الأهم الاهتمام بالوضع الصحي من بعض التقلبات ممكن الوضع الصحي ما يكون إلك أنت ممكن يكون لأحد الأحبة أنت تهتم فيه أو أحد الأقارب أو ممكن يعني تنشط بعيادة أو زيارة مريض قريب لإلك برج الدلو طبعا اليوم الأجواء أحسن أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية برضو عندك مخططات لتحقيق بعض الإنجازات بشكل قوي عندك رغبة لعدة مشاريع أو عدة أفكار بتحاول أنك تبلورها بشكل قوي ولكن المسائل اللي ممكن تكون محيطة أو مقربة منك هي اللي ممكن تأرق وضعك أو تخليك تحتد في بعض الأوقات أو يتطلب مزاجك أو نوع من أنواع التوتر والقلق أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء جيدة وتحمل فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات المتصاعدة الفترة هاي بتعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح الأجواء الإيجابية ودعمة على المستوى المالي بشكل قوي وفي منكم ممكن يطلقى شيء له علاقة بالهدايا أو بالدعم أو في أمور ممكن تشجيعية أو مشروع معين أما بالنسبة للبيت الثالث فما زال المريخ بأثر بشكل قوي على موليد العشرية الثالثة فبدهم يحذروا أثناء تنقلاتهم وحواراتهم أو نقاشاتهم من العصبية والتوتر أو الانفعال في لحظات معينة ضبط العصاب مطلوب وبرضو شوي بتكن تنتبهوا أثناء تنقلاتكم بالسيارة أو أثناء الحركة في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأعطال إما بسيارة أو بأجهزة إلكترونية وفي منكم ممكن يكون عنده صعوبة في تأدية امتحان أو في المطالع للاستيعاب أما بالنسبة للعلاقة مع الإخوة فممكن اليوم يصير فيه مشاد كلامي أو خلاف أو جدال ما بينك وبين أحد الإخوة أو إنزعاج من تصرف ما أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا من أورانوس بتعزز أمور إلها علاقة بالبيت فممكن تدخل بعض التحسينات أو التعديلات المنزلية خلال هذا اليوم وممكن تهتم لشاء عائلي معين في منكم رح يهتم لبعض التصليحات أو الترميمات أو بعض المصاريف المنزلية أو حوار في شأن داخلي وممكن يكون فيه خبر شوي يعني هذا أورانوسيا بيجيب لك خبر مفرح يا خبر محزن أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي إنه روتينية يعني بتتعاملوا ما بينك وبين الأحبة بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية على حسب طبيعتكم في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بهواية بهواية أو ممارسة هواية أو فكر جديد أو تنشط بأفكار معينة وممكن تكون لامعة أهم إشي علاقتك تكون جيدة ما بينك وبين الأحبة والأبناء والوالدين بدون خلافات وبدون نقاشات وبدون سوء التفاهم أما بالنسبة للبيت السادس فهنا بتتركز الأمور على الأعمال فممكن شوي تنشط ببعض المسائل العملية أو بحث عن عمل معين أو تركيز دراسي لعمل معين الأجواء بتطلب منك التركيز أكثر والبحث والاستشارة فما تندفع وما تتهور برضو حاول تنجز الأعمال اللي بين إيديك حتى لو بتعمل ساعات إضافية ما تخلي الأعمال تتراكم على من الوضع الصحي شوي بده نوع من أنواع الاهتمام يعني إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتتركز الأمور على مسائل إلها علاقة بالشريك شريك العاطفي أو شريك الزواج أو شريك المال فعشان هيك بدك تنتبه أنه اليوم الأجواء جيدة وحلوة لأمور الترابط والارتباط أو تطوير علاقة ما أو حتى مصالحة أو تقارب ما بينك وبين الشريك أو اتفاق على مسائل معينة الأجواء بالنسبة لأمور بيت الشراكي جيدة جدا وداعمة إلك بقوة أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتتركز الأمور على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة بتعزز بعض النقاط القوية إلها علاقة بالشراكة المالية أو أمور بنكية مثلا ضريبة تامين مستحقات لإلك تحسين وضع فوترة يعني أي شيء بتعلق بأموال فيها شركة بينك وبين أشخاص أو طرفين بتعاملوا في الأمور المالية معك أو طرف بتعامل معك هاي اسمها أموال شراكة حاول تهتم فيها وما تتقاعص فيها ممكن يكون في عندك بعض المصاريف الطارئة إلها علاقة بالبيت أو مصاريف استشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بتتعزز الأمور اللي إلها علاقة بالأجانب أو أمور سفر أو تنقلات أو حوارات أو اهتمامات في مسائل إلها علاقة بجامعة أو دراسة أو بحث معين أهم إشي أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض يعني بمعنى آخر الأمور بدك تكسبها باتصالاتك وحواراتك وحتى بدراستك الأجواب تساعدك وبتدعمك وممكن تحصل أشياء إيجابية حتى على مستوى الامتحانات والسفر أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بدك تحذر من عطارد اللي ممكن يخليك تتصرف تصرفات أو تتصرع في بعض الأفكار أو التصرفات اللي تكون شوي محرجة أو تسبب تشويه للسمعة أو انتقادات مباشرة لإلك إن كانت على المستوى العام أو على مستوى مكان عملك بينك وبين زملائك أو رواساك بالعمل فعشان هيك ضبط العصاب وهم مراقبة التصرفات مطلوب أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور رح تتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأصدقاء فممكن تنشط اليوم بمسائل إلها علاقة بالتواصل أو الاهتمام ببعض الأصدقاء أو الحوار أو النقاش أو حتى بالمساعدة ممكن تبادر أنت لمساعدتهم أو هم يبادروا لمساعدتك ممكن تنشط اجتماعيا في بعض المسائل للمؤازرة أو للتقارب يعني الأجواء ما بينك وبين أصدقاءك ومعارفك اليوم بتكون جيدة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هنا منحذر موليد العشرية الأولى وموليد العشرية الثالثة لأنه أول إش موليد العشرية الأولى التأثيرات صارت من الكواكب تقترب لإلهم فبدهم يراقبوا أعمالهم وبرضو موليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أو التصرفات أو إنجاز الأعمال أو الخلافات في مكان العمل بيلاحظوا أنه في ضغوط فممكن شوي تحتاج منهم إعادة ترتيب الأوراق أو الاستشارة أو التمهل باتخاذ القرارات الحاسمة حاولوا تنجزوا أعمالك خوفا من تراكمها أو الأخطاء فيها في منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ وهاي الأمور ممكن تكون إلك فإن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك أو ممكن تكون هاي الأمور إلها علاقة بأحد المقربين لإلك تهتم فيها فإما بتكون بشكل صدمة أو بشكل مفاجئ وممكن تنشط بعيادة مريض أو زيارته أو تواصل معه برج الحود طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيري وإنتو اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ممكن تقضي فترة من الهدوء والسكيني والطمأنيني على المستوى النفسي إلى أجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وممكن تحقق إنجازات كان صعب أنك تحققها بالفترة الماضية أهمش أنك تكرر المحاولة وتحاول أنك أنت يعني تنجز الأشياء اللي في بالك أو رغبان أنك تنجزها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء شوي على الوضع المالي يعني فيها نوع من أنواع الضغط ما زالت الأجواء من المريخ وخصوصا على موليد العشرية الثالثة اللي بيخلوهم يتسرعوا في اتخاذ القرارات المالية أو ضغوطات على المستوى المالي ممكن تجيهم بشكل مفاجئ أو كثرة الأعباء والالتزامات والمصاريف المفاجئة هي اللي بتأرقهم أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم رح يكون لك اهتمامات كبيرة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل مع المحيط ممكن تنشط بأكثر من اتجاه مع بعض أو ممكن تنشط بالاتصالات بشكل كبير أو ممكن تكون الاتصالات يعني زي نوع من أنواع العبئ يعني بتحاول انك تبعد عنها ممكن الاتصالات تكون بسبب ضرف معين أو بسبب عمل معين الأهم ضبط الأعصاب وعدم التسرع في الكلمات بدك تكون محور سلام زي ما بيحكوها وفي نفس اللحظة حاول انه ما يكون سهل استفزازك في أوقات معينة الأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية ولكن أورانوس دائما بيجيب الأشياء بشكل مفاجئ أو خصوصا أنه هو في البيت الثالث فعشان هيك بدك تنتبه أثناء تنقلاتك حواراتك نقاشاتك امتحاناتك وأثناء حواراتك اللي رح تكون ما بينك وبين المقربين بين الإخوة أو بين الجيران أو بين أشخاص داعمين لا إلك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتعزز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت أو ممكن أمور تصير عليها تركيز أكثر إلها علاقة بأفراد العائلة أو بالمقربين أو بالعيلة أو باجتماع عائلي أو لقاء أو حدث ممكن يلفت انتباه العائلة أو يعمل زي لمة أو حوار أو نقاش ممكن هذا الحدث يجي إما إيجابي أو سلبي ولكن الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العائلي بشكل كبير ممكن حدث وممكن أعطال ممكن اهتمامات بيتية أو منزلية تكون شوي فيها نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما فيها أي تأثيرات على طبيعتكم تتعاملوا ولكن حاول أنك تعمل تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب أو الاهتمام بالأحبة خلال هذا اليوم حاول أنك تعمل تقارب جيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين الأجواء العاطفية فيها نوع من أنواع الإيجابية وفيها نوع من أنواع التقارب الجيد والتلاطف أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الزهرة في بيتك السادس بتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية أو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي فأهم مش أنك أنت تنجز أعمالك وتستغل بعض المعارف أو العلاقات لإتمام عمل معين أو استشارتهم في أمر معين ممكن يبادر بعض الأصدقاء لمساعدتك في فكرة ما ولكن الأهم المؤازرة والتكاثف في العمل الوضع الصحي يعني شوي بحاجة لنوع من أنواع الرقابة ولكن مش هالموضوع الخطير أما بالنسبة إلى البيت السابع فهنا بتتركز الأمور على مسائل الشراكة الشراكة المالية والعاطفية الأجواء تقريباً بتحمل بعض الأشياء أو الأجواء اللي بتعمل نوع من أنواع الإنسجام ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم ولكن الطاقة الحيوية ما بينك وبين الشريك مش بقوتها فعشان هيك ممكن يصير خلاف أو صدام في بعض المواطن أو انتقادات ولكن سهل جداً إنك تتجاوزوها بنون تصعيد يعني الأوضاع بدها نوع من أنواع المرونة والعقل أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فالاهتمامات على المستوى الأموال المشتركة قوي جداً خلال هذا اليوم إما بالتزامات أو دفعات أو أمور إلها علاقة بأموال الشريك أو بالقضايا المالية أمور ممكن تدخل على مستوى الغيبيات أو الاهتمام بالغيبيات بشكل كبير وخصوصاً الأمور زي الروحانية أو المؤيبات أو التاريخ أو القصص القديمة أو حتى أشياء إلها علاقة بالقدم حاول تركز فيها بشكل جيد إذا كان في أمور إلها علاقة بالقضاء وخصوصاً الأمور المالية اهتم فيها وما تهملها أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بدك تحذر من عطارد عطارد اللي ممكن يعمل بعض المشاكل وخصوصاً لموليد العشرية الأولى في مسائل إلها علاقة بالسفر أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو التعامل مع الأجانب أو حتى على مستوى الجامعات والدراسة والواجبات أو الدورات أو أمور إلها علاقة بالتعليم حتى على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالرياضة بدك تنتبهوا لأنه عطارد شوي بيأثر على الاتصالات والمواصلات والحركة فعشان هيك هاي أكثر الأشياء اللي بدك تركزوا عليها ما تخلوا يغرر فيكو ويوهمكو أشياء إنها إيجابية لصالحكو هي بالواقع مش لصالحكم فعشان هيك بدك تنتبه عن مستوى كل الأمور اللي إحنا ذكرناها بالنسبة للبيت التاسع إن كان سفر أو امتحانات أو تنقلات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريباً نقدر نحكي إنها جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تدافع عن سمعتك أو تعزز علاقاتك ما بينك وبين الزملاء أو رؤسائك بالعمل أو حتى إنك تحقق شيء على مستوى المجتمع علاقات مع طبقة معينة أو مع أشخاص من منصب ما برضو بتدعمك بقوة أهم شيء حاول إنك ما تتغيب عن عملك ما تتأخر إنجز الأعمال المطلوب منك حاولت تكون قريب من زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعاً الجدي بعزز نقاط قوة بالتواصل والاتصالات ما بينك وبين الأصدقاء أو تحالف الأصدقاء ولكن ممكن اليوم تستاء من تخاذل أو تقصير أو يعني إيشي العلاقة بصديق ممكن يخذلك بالفترة باليوم هذا تحديداً فعشان هيك بدك تنتبه ما توجه انتقادات لاذعة تحمل تجاوز الضغوطات هاي كل إشي بيجي لوقته ولكن الأهم ما يكون لك ردات فعل سلبية أهم إشي أنك أنت دعم علاقاتك بأصدقائك الناس الصادقين أو المقربين لإلك فممكن اليوم يكون فيه مناسبة أو لمة أو جمعة أو تكاثف الأصدقاء على مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعاً هنا منقول لك يعني الأجواء تقريباً بتحمل بعض الأشياء اللي بيكون فيها نوع من أنواع الإيجابية فعشان هيك منقول لك دير بالك يعني بتحمل هاي الأشياء شيء إيجابي بدعمك بشكل قوي على مستوى مسائل إلها علاقة بالعمل على مستوى علاقة إلها علاقة بالصحة فعشان هيك منقول لك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تنجز أعمالك تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالصحة بالعمل بصحة أحد الأحبة بمراجعة الطبيب يعني الأشياء هاي اهتموا فيها صحيح أنه ما فيه أي تأثيرات للكواكب ولكن برضو يتوجب علينا التنبيه لإلها خصوصاً للي طوالعهم ممكن يكون لها تأثير من هذا البيت هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر